موسيقى قتل القيادي في داعش تركي البنعلي اثر ضربة لقوات التحالف في الرقة السورية موسيقى تضييق الخناق على داعش في محيط جامع النور داخل الموصل موسيقى وموقع جديد للكشف عن مرتكبي جرائم الجنسية ضد الأطفال موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين كرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ حققت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي تقدما كبيرا إذ تمكنت القوات من اقتحام الفرقة 17 شمال الرقة وأصبحت على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من المدينة عاقب اشتباكات عنيفة مع أفراد داعش استمرت لمدة 48 ساعة أكد تنظيم داعش قتل القيادي البحريني البارس تركي البنعلي إثر ضربة جوية شنتها قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة على مدينة الرقة السورية ويعد البنعلي كبير شرعي التنظيم ويحمل أكثر من كينية منها أبو همام الأثري وأبو سفيان السليم وأبو حديف البحريني وقضى عصيته بعد مبايعاته التنظيم في عام 2014 وتوليه منصب الشرع العام فيه من هو البنعلي؟ ولد البنعلي البالغ من العمر 33 عاما في مدينة المحرق البحرينية في عام 1984 ودرس المرحلة الإتدائية والمتوسطة والثانوية هناك وفي المرحلة الجامعية درس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي لمدة عام ونصف العام قبل أن تداهم السلطات الإماراتية منزلة في الشارقة وتعتقله لمدة عام كامل وتعيده إلى البحرين التي سجن فيها لفترات متفاوتة انتقل البنعلي إلى بيروت ليكمل دراسته الجامعية في كلية الإمام الأوزعي في بيروت حتى تخرج منها قبل أن يعود إلى البحرين ويتخرج من معهد البحرين للعلوم الشرعية سافر البنعلي إلى دول عربية عدة مثل السعودية، الكويت، الإمارات، اليمن، ليبيا، المغرب، سوريا، مصر، تونس، العراق، ولبنان وعمل إماما لمسجدين في المحرق ومدرسا في مدرسة في مدينة الحالة قبل أن يتم إيقالته منها وفصده من الإمامة بسبب منهجه المتشدد بحسب الحكومة البحرينية ونشر البنعلي عدة بحوث ورسائل ذات طابع متطرف من أبرزها رسالة مد الأياد لبيعة البغدادي وبعد اندلاع الثورة السورية ذهب البنعلي إلى سوريا والتحق بتنظيم داعش لفترة وجيزة عاد بعدها إلى البحرين في ظروف غامضة وبعد ظهوره المثير للجدل في مناطق احتلال داعش في ليبيا عاد البنعلي إلى سوريا وبات الشرعي العام الأول للتنظيم لمدة طويلة له ألقاب عديدة مثل أبو همام الأثري وأبو سفيان السلمي وأبو حذيفة البحرينية في الشأن العراقي عثرت القوات الأمنية العراقية على مقبرة جماعية تضم رفاة نحو ستين مدنيا معظمهم من النساء أعدمهم أفراد داعش في حي الشفاء في مدينة الموصل بحسب ما قالته مصادر عسكرية لوساء الإعلام وأوضح مصدر عسكري أن جثث النساء تعود لموظفات سابقات في مبنى محافظة نينوى والدوائر الحكومية الأخرى وأيضا من بين الضحايا محاميات بحسب البطاقات التي وجدت بحوزتهم لافتا إلى أن بعض الجثث عليها آثار تعذيب يأمل قادة عسكريون عراقيون استعادة الجانب الغربي من مدينة الموصل بشكل كامل خلال شهر رمضان والمعركة الفاصلة بين القوات العراقية وتنظيم داعش في مدينة الموصل يتوقع أن تكون في محيط جامع النوري وأشرت الأنباء إلى أن التنظيم يسعى لاستكمال تجهيزاته للمعركة الأخيرة والفاصلة التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميل حسام الأحبابي داعش يواجه الوقفة الأخيرة في الموصل القديمة أي من المكان الذي أعلن منه دولة خلافته المزعومة وتحديدا من جامع النوري الكبير حيث ألقى منه أبو بكر البغدادي خطبته الأولى لكن ما الذي ينتظر هذه المدينة التي تتحرر بعد نحو ثلاث سنوات من احتلال التنظيم للموصل في وقت تشدد فيه القوات العراقية كل يوم حصارها من البر والجوم داعش يحاول يائسا الصمودة في الموصل القديمة دفاعا عن المكان الذي أعلن منه البغدادي دولة خلافته المزعومة حيث يستخدم آلاف المدنيين دروعا بشرية كما يطلق داعش دائما عنوين على مواقع يعدها مهمة ويواجه منها القوات العراقية كان آخرها إطلاقه تسمية موقعة الثبات على منطقة السابع عشر من تموز في محاولة لرفع معنويات مقاتليه المنهارة لكن سرعان ما سقطت كل هذه الإدعاءات بتحرير هذه المنطقة وتيقن مقاتل التنظيم من أنهم أمام خيارين لا ثالث لهما فإما الاستسلام أو الموت المحتوم أهم المناطق التي تتحرر في محيط الموصل القديمة فهي منطقة الزنجيلي وباب سنجار حيث تتقدم القوات العراقية المشتركة شماليها وحي الشفاء شمال شرقيها وكلها مناطق تحاذي نهر دجلة بينما يقدر عدد مقاتلي التنظيم بأكثر من ألف مقاتل بعد أن انظم مقاتلون هاربون من منطقة السابع عشر من تموز إلى المدينة ومعظمهم أجانب من جانبهم أكد نازحون تمكنوا من الهرب من داعش أن مسلحي تنظيم أغلقوا الشوارع المحيطة بجامع النور الكبير في الموصل القديمة استعدادا لمواجهة القوات العراقية المتقدمة وأن مئات العائلات محاصرة هناك منطقة من كوبا وبيها عوائل بالمئات محصورة ببيوتها والبيوت صغار مناطق ضيقة شوارع ضيقة ما طبي سيارات وهمرات بالنهار تقريبا مية مية وخمسين واحد هاي باب جديد باب جديد الساعة أما كل الموصل القديمة ألف واحد تقريبا مصادر عسكرية عراقية تشير من جانبها إلى أن مقاتلي داعش اتخذوا مواقعهم حول المسجد الأثري الذي يحمل رمزية بالنسبة لهم حيث أعلنت منه دولتهم المزعومة وعاصمتها الموصل وعندما يتم تحرير المدينة بالكامل ستسقط هذه العاصمة وينتهي التنظيم فيها بعد ذلك تتوجه العمليات العسكرية صوب قضاءت اللعفر وبعاج الذين تم استهدافهما بغارات جوية استعدادا لاقتحامهما حيث يعتقد أن قادة كبار من داعش يتحصنون هناك تفاصيل جديدة تظهر حول قتل مؤسس ألال داعش الأعلامية وكالة أعماق براء كادك وفقا لما نشره شقيقه على موقع فيسبوك فإن كادك قضل في ضربة جوية يوم الأربعاء الماضي في مدينة الميادين في محافظة ديرزور في سوريا ماذا يعني قتل كادك لأعماق وداعش بتحليلنا ننظر في السياق والأثار المحتملة لهذا التطور تلقت وسائل إعلام داعش ضربة كبيرة بعد قتل براء كادك والمعروف باسم مشعل ريان ما يجعل هذا التطور أكثر دمارا لداعش هو أنه أتى بعد سلسلة هجمات استهدفت آلة الدعاية لداعش على مدى العام الماضي وتروحت هذه الهجمات بين الغارات الجوية إلى الهجمات الإلكترونية المتطورة مثل إصدار نسخة مزيفة من مجلة داعش الإلكترونية على الإنترنت رومية ونتيجة لهذه الهجمات المتواصلة فإن يد داعش الإعلامية فقدت تأثيرها وفعاليتها ففي نيسان إبريل بدأ الضعف المتفاقم في إعلام داعش واضحا للعالم بأسره عندما قامت أعماق بكشف هوية خاطئة لمهاجم باريس الذي قتل ضابط الشرطة هناك عدة أسباب تبين لماذا أضعفت هذه الهجمات وشلت قدرات وسائل إعلام داعش داعش جعل نفسه عرضة للخطر على وجه التحديد بسبب السيطرة المركزية والمركزة على وسائل الإعلام من خلال التصميم المرئي الموحد واللغة المستخدمة في أنشطته الدعائية لذلك عندما يتم ضرب المكونات الرئيسية لهذا الهيكل المركزي فمن الواضح أن آلية وسائل الإعلام في داعش سوف تصارع بصعوبة بالغة للتعافي وبعد أن تلقى داعش الكثير من الضربات الموجعة والحرجة يعتقد خبراء الإرهاب أن قدرة داعش على التأثير على جمهوره من خلال الإعلام قد تم إضعفها بنجاح الأمر الذي سيزعزع ثقة أتباع داعش بالتنظيم وبقدرته الدعائية وهذا بدوره يضع زعيم داعش أبو بكر البغداد في موقف حرج فبينما يواجه البغداد هزيمة وشيكة في الموصل فإنه يتعين عليه الآن أن يتعامل مع الدعاية والشبكة المعطلة للتنظيم ما يشكل تحدياً للحياة أو الموت بالنسبة لداعش لأنه لا يستطيع أن يفقد السيطرة على دعاية داعش أمام منافسيه وبالتالي فإن فقدان مصدقية أعماق قد تدفع البغداد في النهاية إلى الاختباء قنوات تلفزيونية وإذاعات ومجالات رقمية وإلكترونية تدعمهم وكالة أنباء تلك كانت ترسانة داعش الإعلامية التي كشف عنها بعد أشهر من إعلان خلافته المزعومة وتحديداً مطلع سنة 2015 وما إن تحالف العالم أجمع لمحاربة التنظيم حتى سقطت أذرعه الإعلامية وحدة تلو الأخرى ولم يبقى لديه ما يذكر لبث العنف والإرهاب حول العالم ضربات موجعة استهدفت إعلام داعش وخاصة خلال السنة الماضية وكان أكبرها قتل المتحدث باسمه أبي محمد العدناني وذلك في أغسطس آب سنة 2016 إذ كان العدناني يعد العقل المدبر لآلة دعاية التنظيم والمشرف على كل الإصدارات إلى جانب دوره الهام في بناء المنظومة الإعلامية التي تعمل تحت إشرافه مباشرة وعدد من قادة الصف الأول في التنظيم تلاحقت بعدها الضربات الموجعة لكن موت أبا محمد فرقان وزير إعلام التنظيم ومؤسس أقدم الأجهزة الإعلامية التابعة لداعش والذي كان مسؤولا عن إدارة جميع المؤسسات الإعلامية والإشراف على كل الإصدارات التي تخرج عن المؤسسة قتل فرقان بعد نحو شهرين من قتل العدناني وتحديدا مطلع أكتوبر تشرين الأول 2016 لتنهار مؤسسة الفرقان بعد ذلك بشكل شبهتام أذرع إعلامية مرئية أخرى انهارت تباعا مثل مؤسسة الاعتصام ومؤسسة غربة والعديد من الأذرع الأخرى التي تبث على موقع يوتيوب وتم ملحقتها جميعا وسحب كل الفيديوهات التي ينشرونها الإصدارات الصوتية لم تكن موفقة هي الأخرى عند داعش وكان أبرزها إذاعة البيان التي تبث من الموصل استهدف التحالف الدولي مقرها وتوقف بث الإذاعة في الخامس والعشرين من شباط فبراير وتم اختراق تطبيقها على الهواتف الذكية باعتراف من داعش أما الإصدارات الإعلامية المطبوعة فكان لداعش النصيب الأكبر من الفشل إذ أطلق على أكبر مجلاته اسم دابق ومع خسارة البلدة أمام ضربات الجيش السوري الحر أسرع وأغلق المجلة التي أصبحت عارا عليه أمام مناصره وأطلق مجلة رومية التي كان لها نصيب من الهجمات الإلكترونية المتطورة انتهت بإصدار نسخة مزيفة من المجلة تبث عكس ما يريده التنظيم المنصات الرقمية التي اعتمدها داعش كانت كثيرة ومتغلغلة على الإنترنت إلا أن وكالة أعماق كانت الأبرز وتم اختراقها مرات عدة وحظر تطبيقها على الهواتف الذكية حتى قتل مؤسسها براء كادك في أواخر مايو أيار 2017 وقد يكون ذلك مؤشرا لانهيار أقوى أذرعه الإخبارية ليبقى لداعش بضع مدونات ومنتديات يحاول من خلالها الوصول إلى مناصره وهو أمر غاية في الصعوبة مع ظهور مؤسسات ترصد تحركاته داعش أصبح منهارا بشكل شبهيتام إعلاميا ولم يبقى أمامه إلا بث دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء حسابات وهمية للتغلغل بين الناس إلا أن هذا سيكون الخيار الأضعف أمامه إذ أوقف تويتر أكثر من 635 ألف حساب لتنظيم داعش منذ 2015 كما أصدر فيسبوك قوانين تحضر مباشرة كل أتباعه وما ينشرونه من سموم وهذا ما يعني انهيار وسيلة اتصال جماهيرية كان داعش يعول عليها مرارا ضربات موجعة تلقاها التنظيم المتطرف استهدفت منصاته الإعلامية مباشرة يضاف إليها ما تعرض إليه من تجفيف لمصادر التمويل التي كان لها الدور الأبرز في انهيار تلك المنظومة والتي سعى لأن تكون أقوى أذرعه وينشر منها الرعب حول العالم نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل قصير بعد عشر سنوات من السلطة ماذا يجب على حماس أن تظهر للفلسطينيين أحييكم من جديد هذا الشهر هو الذكرى العاشرة لاستيلاء حماس على السلطة في غزة كحركة مقاومة بالتأكيد لدى حماس ما يؤيدها بشدة لكن هناك تيار فلسطيني أوسع نطاقا واعتدالا وهو القوى الشعبية الحقيقية في بداية انتزاع حماس للسلطة في غزة أراد البعض من هذا التيار الشعبي احتجاجا على فتح والسلطة الفلسطينية إعطاء حماس فرصة للسلطة وحصلت حماس على هذه الفرصة في نظر التيار الفلسطيني المعتدل كيف استخدمت حماس هذه الفرصة أو استغلتها إليكم تحديدنا الإدارة واستخدام الموارد بالرغم من مرور عشر سنوات على سيطرتها على قطاع غزة فشلت حركة حماس في الإدارة بشكل فعال وتميل حماس لإلقاء اللوم على العوامل الخارجية لفشلها في الحكم لكن سكان غزة الذين يتعاملون مع حماس يوما بعد يوم يعرفون جيدا أن معظم الأمور تحت سيطرتها الكاملة وحركة حماس لم تحرز أي تقدم بشأنها هذه أمور بسيطة ولكنها أساسية تؤثر على نوعية الحياة لكل مواطن لقد هدمت حماس الموارد الثمينة لأغراضها بدلا من التخفيف من بؤس شعب غزة الأيديولوجية في غضون هذه السنوات العشر أخفقت حماس في إحراز تقدم نحو اعتدال وجهة نظرها الدينية المتطرفة وقد ازدادت سلطة المتشددين في صفوف حماس وأصبحوا يحكمون السيطرة على الحركة ونتيجة لهذا ظلت حماس بعيدة عن التيار الفلسطيني المعتدل الفشل الأمني كتب محمد يوسف جريدة البيان هل سيوقف خالد مشعل التهريب عبر الأنفاق ويشمل تهريب الأسلحة والمتفجرات والمخدرات وغسيل الأموال وعلى الرغم من النصائح المتكررة من قبل أصدقاء الشعب الفلسطيني فإن حماس فشلت في تحسين الوضع الأمني في غزة الابتعاد عن الشعب إن الغالبية العظمى من الفلسطينيين يريدون الكرمة والتمكين والاعتماد على ذات لإعادة بناء غزة وبناء مجتمع مزاهر بعيد عن العنف وملئ بالأمل نحو مستقبل آمن ومزدهر خلال السنوات العشر الماضية أظهرت حماس قدرة كبيرة على التجاهل هذه الأمال ورغبات التيار الفلسطيني المعتدل وبدلا من ذلك فإنها تركز فقط على مصالحها الذيقة ما تريده حماس لا علاقة له بما يريده التيار الفلسطيني باختصار استخدمت حماس سنواتها العشر في السلطة بشكل سيء وبالإضافة للأغلبية الفلسطينية المعتدلة حتى بعض مؤيدي حماس يتسألون الآن عن قدرة الحركة على الحكم في غزة كما ذكرت صحيفة الحياة بإيجاز قضت حماس عشر سنوات في السلطة في قطاع غزة بعد أن انتهكت جميع الاتفاقات التي وقعتها مع فتح بما في ذلك اتفاق مكة إلى أنها نجحت في شيء واحد هو الاحتفاظ بالسلطة بعد أن جعلت كل فلسطيني مقيم في قطاع غزة يسعى إلى الهرب منه أعلنت الشرطة الفلبينية أنه تم العثور على أربع وثلاثين جثة عقب قيام رجل بإطلاق الرصاص وإشعال النار في منتجع ترفهي في العاصمة الفلبينية مانيلا وكان قائد الشرطة الفلبينية رونالد ديلا روزا أعلن في وقت سابق أن الرجل الذي أطلق النار قد انتحر بعدما أفادت تقارير أولية عن قتله على يد رجال الشرطة مشيرا إلى أن الهجوم لم يكن إرهابيا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تخطط لتشيد جدران على طول حدودها مع العراق وإيران وأعلن أردوغان أن تركيا أكملت حتى الآن بناء جدار طوله ستمائة وخمسون كيلومترا قرب على طول الحدود مع سوريا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ يفي بذلك بوعد انقطاعه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية بحسب قوله وعد ترامب أن اتفاق باريس حول المناخ لا يصب في صالح الولايات المتحدة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال هي شكل من أشكال الجريمة التي تنفذ على الصعيد المحلي لأن معظمها يرتكب في نطاق المنزل أو الأسرة ولكنها تتخذ طابعا دوليا في عدد من الحالات إلى التفاصيل في محاولة للوصول إلى الجناة والضحايا أطلقت وكالة الشرطة في أوروبا يوروبول موقعا جديدا على الانترنت يعرض صورا لأشياء وأماكن ظهرت في مشاهد اعتداء جنسي على الأطفال وتأمل يوروبول في أن يثير نشر تفاصيل دقيقة مثل شعار مطبوع على حقيبة أو زجاجة عصير اهتمام أي شخص وتجعله يتعرف على هوية الضالعين في الجريمة ويتصل بالشرطة لتقديم معلومات دون الكشف عن هويته سواء من خلال الموقع أو التواصل الاجتماعي وتأتي جميع الصور من حالات اعتداء ما زالت قيد التحقيق وفشل المحققون في حلها ويوجد تحت كل صورة مكبرة على الموقع الجديد خيار لإرسال تنبيه من مجهول أو لتبادل الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وللتنبيه إلى وقف الاعتداء على الأطفال وحذرت يوروبول العام الماضي من أن البث المباشر للاعتداءات الجنسية على الأطفال يشكل تهديدا متزايدا من ناحيتها سجلت إدارة المعلومات الجنائية الفيدرالية في الولايات المتحدة سبعة عشر ألف حالة تحرش جنسي داخل مدارس البلاد خلال أربع سنوات ووفق إحصاءات للأمم المتحدة بشأن حوادث الاعتداء على الأطفال فإن نحو 150 مليون فتاة تحت سن الثامن عشر وقعن ضحايا للعنف الجنسي وعلى الصعيد العربي قالت نزيها العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية إن الوزارة تلقت تسعة آلاف بلاغ بوجود حالات تهديد تعرض لها أطفال في بلادها بينها أكثر من أربعمائة حالة بلاغ يتعلق بحالات اعتداء جنسي منذ أبريل 2016 أما في الجزائر فقد قالت مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية خير مسعودان إن الشرطة الجزائرية سجلت وقوع 1960 طفلا ضحية للاعتداءات الجسدية والجنسية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2017 أما في مصر فقد حذر تقرير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة من ارتفاع معدلات الانتهاكات الجنسية ضد الأطفال والتي بلغت 35 حالة في شهر واحد وذكر التقرير أن أكثر الفئات تعرضا لهذه الانتهاكات هي التي تقع عمارهم ما بين عام وخمسة عوام نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير حساء الآش في إيران من قمم الجبال إلى مائدة رمضان أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول إياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ مشاهدين من صحيفة القدس التي نطالع منها أحد مؤسسي شركة جوجل يبني أكبر منطاد في العالم شاء في تفاصيل الخبر يعمل سيرجي برين أحد مؤسسي شركة جوجل على بناء أكبر منطاد في العالم يصل طوله حتى 200 متر تم تصميمه كسفينة هوائية للبعثات الإنسانية إلى المناطق النائية من الكرة الأرضية أيضا في التكنولوجيا نقرأ من صحيفة اليوم السابع المصرية جوجل تطلق ميزة جديدة للتشجيع على التجوال بمتاحف العالم عن بعد أطلقت شركة جوجل ميزة إضافية للشروح للأعمال الفنية الشهيرة داخل خدمة ستريد فيو لأخذ المستخدمين بجولات رقمية للمتاحف فبمجرد فتح خرائط جوجل والعثور على أي مؤسسة تجد أهم القطع الفنية الواضحة مع المعلومات اللازمة في الصحة نقرأ مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية فنجان قهوة يحد من الإصابة بسرطان الكبد أفدت دراسة بريطانية حديثة بأن شرب القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا أقل عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20% وختام تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم وأيضا في الصحة ارتفاع ضغط الدم يهاجم الأطفال أيضا حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن ارتفاع ضغط الدم يهاجم الأطفال أيضا مشيرة إلى أنه غالب ما يتم اكتشافه مصادفة لذا فهي توصل والدين بإخضاع الأطفال لفحوص وقائية بصفة منتظمة لاكتشاف المرض وعلاجه مبكرا نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا الآش هو حساء إيراني ارتبط بتاريخ المطبخ يحوي بمكوناته ستة أنواع من البقوليات وأنواع العشاب والخضار والبصل والشعرية الإيرانية المسمى رشدة ويعد سيد المائدة الإيرانية دون منازع خاصة في شهر رمضان مرسلتنا في طهران علامة سعود زارت أحد هذا المطاعم وعدت التقرير التالي من بين أحضان هذه الأشجار المتشابكة مررنا صعودا نحو القمم وبعد أن قطعنا نفقا بعمر مئة عام امتد لكيلومترين في قلب الجبال توقفنا حيث هذا المكان أنا أجلس على ارتفاع ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر عند قمة جبال تشالوس ولكن ما الذي جاء بنا إلى هنا؟ إنه الآش الحساء الرسمي في إيران الذي ستجبرك رائحته المنسابة للتوقف عند هذا المطعم فالآش هذا الحساء الفلكلوري يعود بقدمه في بلاد فارس إلى مئات السنين وهو عند الإيرانيين بمثابة فانوس رمضان لدى العرب ويعتبر الطبق الأول لديهم دون منازع خاصة في شهر رمضان طبق الأش نطبخه بعدة طرق هنا فهو سيد المائد الرمضاني ورغم بعد المسافة ووجود هذا المطعم في أعلى الجبال إلا أن الناس يقصدونه على مدار اليوم البداية كان العمل هنا صعباً بسبب الثلوج لكننا استمرين وتمكننا من إدارة مطعم الأش في هذا المكان وقد وجدنا إقبالاً كبيراً على هذا الطبق ويرى المؤرخون في إيران أن تسمية كلمة المطبخ لديهم بالأش بسخانة تعني طباخ الآش أي أنه كان الأساس في تكوين المطبخ الإيراني رغم أن البقوليات هي العنصر الأساس في طبق الآش إلا أنه يختلف من طبق الآش باللبن إلى البقوليات السبع وإلى العدس والفاصولية وسواها فإذا أضيف اللحم له سمي آش شلة وعند إضافة الشعرية يسمى آش رشتا ولحم الديك الرومي يمنحه تسمية آش بو قلمون لكن آش الشعرية أي آش رشتا هو المفضل دائماً الآش هو أول الأطباق التي تتعلم طبخها كل فتاة إيرانية وفي المدارس وسنعلمه لبناتنا ولا يقتصر وجود هذا الحساء على الجبال فقط بل تجده يباع عند الإفطار في الحدائق العامة والمحال التجارية وبين أزقة الأسواق هو طبق فلكلوري إيراني وهو طبق متكامل كونه يحتوي على البقوليات والخضار كما أنه سريع الهضم رغم غزو الحداثة ومطاعم الوجبات السريعة إلا أن الآش في إيران استمر طويلاً كبطل للطاولة ارتبط بتأريخ طويل بدأ على الحطب ولا زال حتى يومنا هذا يحترف البقاء لأخبار الآن ولا مسعودي مدينة تشالوس وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين قتل القيادي في داعش توركي البن علي إثر ضربة لقوات التحالف في الرقة السورية تضييق الخناق على داعش في محيط جامع النور داخل الموصل وموقع جديد للكشف عن مرتكبي جرائم الجنسية ضد الأطفال بهذا إذن مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشراتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام أعدو ألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزد الأنباء كونوا معنا موسيقى موسيقى